بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي لما تحرم أحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 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 وإذ أزر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرض فبعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قالت من أنبأني العليم الخبيل إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولا إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه واجبريل وصالح المؤمنين إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما 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 المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن عسى ربه إن طلق كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات إن طائبات عامدات سائحات فيمات وأبكارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما برك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم حيث كريم يا أيها الإنسان ما ضرك بربك كريم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائمين وما أدراك ما يوم الديني ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أول أمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر